هلو ازيكم حلوين عاملين ايه? النهاردة رجعتلكم بوصفة الموتي دي اكتر حاجة كنتوا طالبينها مني على الفيسبوك اه كل اللي هنحتاجوا بس من المقادير نص كبات حليب ونص كبات سكر وكبات من دي الرز ممكن تجيبوا دي رز عادي والنشناشة دي مش هنحتاجها في حاجة غير ان احنا بس ايه اه نفرد عليها العجينة عشان العجينة هتبقى ستيكي قوي وملزقة جامد قوي ده نوع دي الرز اللي ممكن تستخدموه هو تقريبا دي رز سيني او تايلاندي ممكن تلوه في الفا ماركت او كرفور وهنجيب في حلة صغيرة نحط فيها نص الكبات الحليب انتم ممكن تستغنوا عن الحليب وتحطوا مكانو ميا نص كبات ميا مفيش مشكلة وهندوب معاها نص كبات السكر انا بس حبيت احط الحليب عشان الطعم نفسه طعم دقيق الرز نفسه يروح مش يتعمل بميا وبس بس ممكن يتعمل بميا هو اصلا وصفته الاساسية بتبقى ميا مش مش حليب بس انا بصراحة برضو زي ما قلت لكم فضلت احط الحليب برضو عشان طعم دقيق الرز مش زي دقيق العادي طبعا نقعد اقلب فيهم كده على طول اول ما بالسكر بيسيح معي مع الحليب او الميا وبتحطوا كبات دي الرز وبعدين بنقعد زي ايه نقل فيه كده لحد اما ديبقى عجينة كده تحسوها ستيكي قوي اا بتلزق كده وبتمط معيكم طبعا عشان اا العجينة لما نيجي نفردها او ننزلها اقعد تمسكها با ايديكو لان حرفين هتلزق في ايديكو هي ذات نفسها لزز في معلقة السيليكون اا واللي هي اصلا ما بيلزقش فيها حاجة فانتو لازم تحطوا على ايديكو نيشا او بمعنى اصلاح متستخدموش ايديكو اصلا وتحطوا على السطح اللي هتعملوا عليه العجينة نيشا وتغرقوا العجينة بالنشا يعني النشا حرفين موجودة في كل حاجة ممكن تستخدموا نشا الدورة العادية نستخدمت النشا الدورة ما فيش مشكلة فيه ناس تستخدم نشا البوتاتو نشا البوتاطس وبتحطوا برضو على العصوية اللي هنفرد بيها برضو نشا يعني نشا في كل حتة لان حقيقي حقيقي عجينة الرز او دي الرز بتبقى ملزقة دايما عاملة زي عجينة التوك او عجينة التوكبوكي حاجة كده بتبقى تشوي خالص كده وبتمطف باوكو يعني ده بعد ما فردتها رش بس رشة نيشا بسيطة عشان هدخلها التلاجة وما تلزقش معي في الصينية او حاجة وهشيل العجينة بالراحة جدا يعني بصوا هو بالنسبة لسومك العجينة ما تخليهاش رفيعة اوي ولا تخينة اوي عشان اه عشان بس ام تضغط عشر منك يعني كل اللي عملته بس ان انا هنجيب ايس كريم اي نوع ايس كريم انتو حابينه اه ممكن تعملوا ايس كريم في البيت ممكن تجيبه جاهز انا بصراحة يعني مفضل الجاهز وراحة ديميلة وخلاص فحبيت ان انا عمله بالفراولة بما ان يعني اه الفراولة يعني هي الحاجة الاساسية بصراحة او بحبها اكتر من الشوكليت او كده انتم ممكن تحطوا على فكرة ايس كريم شوكليت ممكن تحطوا ايس كريم فانيليا آآ مانجو اي حاجة اي فاكهة اي نوع ايس كريم اللي انتم حابينه وتقدروا تحطوا عليها طبعا العجينة دخلناها في التلاجة بس مدة آآ عشر دقيقة كده هي والايس كريم بعد ما عملته كده حطيتها برضو تاني في الفريزر عشان يعني اخليها متجمدة بقى على الاخر وايه بقطع العجينة زي اربع تربع كده انتم طبعا ممكن تقطعها اصغر من كده آآ هو باس عشان السكوب بتاعي حجمه كبير آآ يعني موجود عندي اكبر حجم ما عنديش اللي هي الاحجام الصغيرة فعملت في يعني زي قطع الموتشي طالع معيه بيدي قوي. طبعا تقفلوها كده بالشكل دوت يعني زي كأنكم بتلموا العجينة مع بعضها. وبعدين زي بتكوروها بس ما تكورهاش جامد قوي عشان الايس كريم ما مايفروتش منكو يعني من جوه وبس وهي بس كده دي عجينة الموتشي يعني طريقة الموتشي بجد حي مفيش اسهل منها. رشت بس الناشة بسيطة كده حواليها وبعدين بتتحط تاني في الفريزر وبس وبعدين بعديها بساعتين بتطلعوها تاكلوها كده زي الساندويتش او ممكن تاكلوها اتنين وتاكلوها انصوز برحيت كو يعني على حسب بقى انتو بتحبوها ازاي. طبعا العجينة انتو ممكن اا تقطعوا اطرافها مش مش لازم تبقى سميكة قوي من تحت يعني عشان بس زي ما قولتلكو انا عاملها الحجم الكبير اوي زي اللي بيتبقى في المحلات بره مش مش الحجم المتوسط اللي هو بيبقى صغير اللي هو البيتي العادي وده بيبقى شكلها النهائي من جوه يعني يا حقيقة مفيش اجمل من كده يعني ما قولكمش الطعام كان عامل ازاي انا كنت مستنية الفطار بفرغ الصبر عشان احل بيها بقى ده طريقة تانية للموتي انا بصراحة عملتها بلون بينك العجينة نفسها قبل ما اعملها حاطت عليها لون طعام اا يعني دي مش ناكة او حاجة انتو ممكن تحطوا اا سوس ستروبري مثلا او سوس فراولا او ممكن تحطوا لون طعام احمر او اغدر اصفر ازرق بنفسي جي اللي انتو عايزينو فطلعت معايا باللون البينكي ده يعني بالهنة والشفة بقى واتمنى بقى تدعموني بلايك والاشتراك بالقناة ويريد تقولولي رأيكم في الكومنتز هل الطريقة سهلة ولا صعبة ولو محتاجين اي استفسارات عن اي حاجة تخص الموتي او دي الرز او كده اا تقدروا تكتبوني تحت في الكومنتز وهرد عليكم في اقرب وقت ااا يريد بقى من تنسوش السبسكرايب القناة باي باي